العلم طريق للجنة والجنة هي ما نتمنى هيا كي نطمح في الدنيا لنحقق آمالا عليا نتعلم بحثا علميا نكتب أبحاثا بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبح الدنيا وفيها أنتم قبل الحديث أحب أن أذكركم أبناء الطلبة والطالبات بأنه بإمكانكم طرح أسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الحرب العالمية الثانية عبر الواتساب على الرقم الموجود أسفل الشاشة فأهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات في دروس الصف الثالث الثانوي في مادة التاريخ القسم الأدبي بنتكلم اليوم عن الحرب العالمية الثانية أسبابها الغير مباشرة والمباشرة ومراحلها ونتائجها وآثارها على الوطن العربي هذا كله طبعا في الوحدة الرابعة شهد العالم حربا عالمية ثانية غيرت من مجرى التاريخ الحديث والمعاصر لأوروبا والعالم فما تاريخ هذه الحرب الحرب العالمية الثانية الفترة التاريخية للحرب العالمية الثانية من سبتمبر 1939 إلى سبتمبر 1945 1945 ميلادي ما هو مفهوم أو تعريف الحرب العالمية الثانية؟ تعريفها هي الحرب التي اشتركت فيها أكثر دول العالم باستثناء جلة محايدة انجسم فيها العالم إلى معسكرين معسكر دول الحلفاء يضم بريطانيا فرنسا الاتحاد السوفيتي الصين أمريكا ومعسكر دول المحور يضم ألمانيا إيطاليا اليابان فنلندا المجر رومانيا وانتهت هذه الحرب بهزيمة دول المحور هذا أولا هو تعريف الحرب العالمية الثانية فما هي أسباب الحرب العالمية الثانية؟ طبعا عندما شد الجيش الألماني طريقه في 1 سبتمبر عام 1939 عبر بولندا بدأت أعظم حرب دموية في تاريخ العالم هنا دائما يأتي سؤال علل أو فسر تمام الحرب العالمية الثانية أعظم حرب دموية في تاريخ العالم الجواب أولا إنها أكثر كلفة وأوسع نطاق وأشد تدمير ثانيا شملت جميع قارات العالم باستثناء أمريكا أيضا يعني أكرهت الدول جميعا حتى الدول التي لم تشترك في هذه الحرب تحملت بدرجة كبيرة أو صغيرة تبعات هذه الحرب وتكلفت أضرار الحرب وألامها أضف إلى ذلك مقتل أربعين مليون بين مدني وعسكري وتدمير مدن بكاملها وتشريد أهلها وإلقاء جنابل ذرية وما إلى ذلك لهذه الأسباب أصبحت الحرب العالمية الثانية أعظم حرب دموية في تاريخ العالم طبعا نشوف دايما نكرر أنه الإجابة ما تخرج من إطار الفجرة التاريخية اللي يأتي فيها السؤال يعني بتتغير صيغة الأسئلة قد يقول لك علل قد يقول لك فسر قد يقول لك كيف تمام والإجابة واحدة في إطار الفجرة التاريخية التي أتى منها هذا السؤال فأسباب الحرب العالمية الثانية أولا الأسباب السياسية شوف البعض بقول له مثلا أذكر أسباب الحرب العالمية الثانية بيقول لي أسباب سياسية أسباب اقتصادية واجتماعية أسباب فكرية طيب هذا خطأ لماذا؟ لأنه فيما تكمن الأسباب السياسية لابد أن تفند تمام مثلا الأسباب السياسية تكمن في الآتي أولا معاهدات الصلح ومن طوت عليه من إجحاف وإذلال للدول التي شاركت في الحرب العالمية الأولى وبالذات ألمانيا وحلفائها يعني هذه التسوية المذلة الغير عادلة في نهاية الحرب العالمية الأولى كانت بالفعل مقدمة لصراع جديد أدى إلى تفجر الحرب في الحرب العالمية الثانية يعني هذه التسويات المذلة حملت في طياتها بذور حرب جديدة تمام اشتعلت عام 1939 المتمثلة بالحرب العالمية الثانية ثانيا ظهور أنظمة سياسية جديدة كالنازية الألمانية الفاشية الإيطالية ارتأت أن معاهدات الصلح أمليت عليها إملاء فسعت إلى إلغائها أمليت عليها إملاء مفعول مطلق مؤكد للفعل طبعا شوف قد يجيلك بيقول لك مثلا عرف النازية الألمانية أو الفاشية الإيطالية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أنظمة ديكتاتورية تحمل أفكار قومية متطرفة ثالثا سباق التسلح العسكري سباق التسلح العسكري قامت به إيطاليا واليابان أصبح أقوى من الدول ذات القوة العسكرية التقليدية مثل بريطانيا وفرنسا وحلفائهما هذه هي الأسباب السياسية تمام أيضا الأسباب الاقتصادية والاجتماعية طيب فيما تكمن الأسباب الاقتصادية والاجتماعية تكمن الأسباب الاقتصادية والاجتماعية في الاضطراب الاقتصادي العام والضايقة الشديدة اللي مرت بها أوروبا طيب لماذا علل مرة أوروبا في أعقاب الحرب بضائجة اقتصادية تمام واضطراب اقتصادي للأسباب التالية أولاً انتشار البطالة بعد تسريح ملايين الجنود وإغلاق المصانع الحربية بالتأكيد البطالة في حد ذاتها مرض اجتماعي خطير ولو مشاكل اجتماعية يعني لا مجال لذكرها في هذا المقام أيضاً حاجة الدول للمواد الأولية لبناء ما دمرته الحرب العالمية الأولى لأنه طبعاً حصاد الحروب هو الدمار هذا الشيء بديهي الأضرار اللي تعرضت لها الأراضي الزراعية بعد ما أصابها من الدمار والخراب في الحرب العالمية الثانية الأولى عفواً لأنه انت تعرف لأي اقتصاد كان يقوم على ثلاثة ثوابت رئيسية الزراعة والصناعة والتجارة والأساس اللي يحرك التجارة ويحرك الصناعة هو الزراعة أضرار كبيرة لحقت بمهنة الزراعة وطبعاً الزراعة هذا من أشرف المهن تماماً الشاعر محمود غنيم مثلاً يصف المزارع قال يخطط الأرض في نظم وإتقاني كأنه ريشة في كف فناني يخطط الأرض لكن لا يلونها بل بزرعها إزدانت بألواني رأيت في الحقل بعد الحرث هندسة ليست تقوم على دعوة وبرهاني هذه الزراعة دمرت في الحرب العالمية الأولى أيضاً يعني اضطرار الدول تقديم المساعدات لملايين من المشوهين الجرحى الأرامل اللي خلفتهم الحرب العالمية الأولى أيضاً اتباع الدول الدكتاتورية سياسة الاكتفاء الذاتي يعني ما استوردت من الدول الصناعية الأوروبية أبداً هذا طبعاً بيسبب لها أرباك اقتصادي كبير التسابق على التسلح وإنشاء الأساطيل هذا استنفت قسم كبير من الميزانية كان الأحرى أن يذهب إلى العمران إلى البناء إلى التشييد كذلك عدم تمكن الدول المهزومة من دفع التعويضات اللي فرضتها عليها الدول المنتصرة والدول المنتصرة يعني أدخلت في حساباتها هذه الأموال ما جدرة الدول المهزومة تدفعها وبالتالي سببت إرباك مالي كبير للدول المنتصرة وكذلك الأزمة المالية 1929-1932 بدأت في أمريكا وانتشرت بعد ذلك في أوروبا تمام خبوط مفاجئ في أسعار الدولار أدت إلى انخفاض أسعار المواد الأولية والبضايع وكساد كبير في التجارة العالمية أيضا الأسباب الفكرية إلى جانب الأسباب السياسية الاقتصادية الاجتماعية برز هناك صراع ايديولوجي فكري إذن والأسباب الفكرية يعني أسباب في الرؤاء والأفكار والمبادئ يعني إلى جانب انقسام العالم إلى معسكرين أساسيين تمام كان هناك صراع في المبادئ بين الأنظمة الفاشية والنازية من جهة والفكر الماركسي من جانب آخر يعني الألمان والطليان يعتمدون في دعايتهم إلى جانب إظهار أنانية الحلفة وما إلى ذلك الكشف عن الأخطار الجسيمة التي تهدد مجتمعاتهم بسبب انتشار الشيوعية العالمية لكن طبعا نشوف السياسة ما في فيها لا صداقة دائمة ولا عداوة دائمة ممكن صديق الأمس يصبح عدو اليوم والعكس صحيح يعني الاعتبارات السياسية غلبت في النهاية لدى النازية هادنوا الاتجاه الشيوعي واتفقوا مع الاتحاد السوفيتي على اجتسام بولونيا عام 1939 ليلتفتوا بعد ذلك إلى الغرب هذه أسباب غير مباشرة طيب ما هي الأسباب المباشرة للحرب العالمية الثانية تحدد مشروع السيطرة الألمانية على القارة الأوروبية اللي سجله هتلر في كتابه كفاحي في قسم كبير منه في الفترة من 1939 1941 ميلادي طيب واحد بيسأل بيقول يا أستاذ وهو كتاب كفاحي هذا بنقول له كتاب كفاحي كتاب اللفه هتلر وهو في السجن يتناول فيه آراءه وأفكاره ومقترحاته تمام وضرورة تسييد الجنس الآري على بقية الأجناس بعد تسوية أزمة السوديت عام 1938 طيب واحد بيقول والسوديت هذا السوديت يا ابني مقاطعة من مقاطعات تشيكو سلوفاكيا أراد من خلالها الغرب توجيه أنظار هتلر إلى الشرق بدلا من الغرب واحتلال تشيكو سلوفاكيا عام 1939 تابع هتلر خطته بضم دانزيغ وتعديل الممر البولوني هذا أدى إلى توقيع معاهدة بين بريطانيا فرنسا بولندا تتعهد فيه الدولتان الغربيتان بحماية بولندا والاستقلالها وبالفعل هتلر وجه انذار إلى بولندا بضرورة التنازل عن الممر البولوني وإلغاء تدويل دانزيغ وإعادتها إلى ألمانيا رفضت بولندا هذا الانذار تمام وفي أيلول عام 1939 سبتمبر بنجد أنه بريطانيا وفرنسا أعلنت الحرب على ألمانيا بعد اكتساح ألمانيا في 1 سبتمبر عام 1939 بولندا وبالتالي اشتعلت نيران الحرب العالمية الثانية اللي استمرت من 1939 إلى 1945 ست سنوات طيب أحيانا تجيك أسئلة ما تتوقعها بيقول لك مثلا حرب بدأت في سبتمبر وانتهت في سبتمبر ومن حرب هذه بنقول له الحرب العالمية الثانية على طول طبعا قبل الدخول في مراحل الحرب العالمية الثانية يجب أن نذكركم أبناء الطلبة بنات الطالبات بأنه بإمكانكم طرح أسئلتكم حول موضوع الحرب العالمية الثانية عبر الواتساب على الرقم الموجود أسفل الشاشة طبعا كل استفساراتكم وأسئلتكم حول موضوع الحرب العالمية الثانية ننتقل الآن إلى مراحل الحرب العالمية الثانية التي كما قلنا الفترة التاريخية لها من 1939 إلى 1945 1945 طبعا عندنا خريطة تمام بتبين لنا سير المعارك و مراحل الحرب وطبعا كلنا يعرف أنه الخريطة هي المسرح الطبيعي للأحداث التاريخية عندك مفاتيح للخريطة تمام وعلى ضوءها بتتابع معي مراحل الحرب العالمية الثانية طبعا السياسة العدوانية التي اتبعتها دول المحور ألمانيا إيطاليا اليابان يعني شكلت أهم الأحداث السياسية التي أدت إلى إشعال فتي الحرب العالمية الثانية نوجز هذه المراحل كالتالي أول مرحلة بعد رفض بولندا طلب ألمانيا إعادة مينة دانزيغ إليها أدى إلى قيام القوات الألمانية بغزو بولندا في 1 سبتمبر عام 1939 بدأت الحرب العالمية الثانية طبعا بريطانيا وفرنسا بحكم أنهم وقع على اتفاقية حماية أصبح لا مناص لديها من دخول معمعة أحداث الحرب ضد ألمانيا وحلفائها تمام بريطانيا وفرنسا وحلفائها دخلت الحرب ضد ألمانيا وحلفائها يعني بداية اشتعال نيران الحرب العالمية الثانية المرخلة الثانية طبعا اكتساح ألمانيا لبولندا تمام جعلها تشعر منذ البداية بنشوة انتصار في أبريل عام 1940 احتلت ألمانيا الدنماريك النرويج هولندا وصلت إلى شمال فرنسا مكتسحة بذلك ثغور الكنال الإنجليزي وبالتالي سارع الحلفاء في الانسحا المرحلة الثالثة في 10 يونيو عام 1940 دخلت إيطاليا الحرب استسلام فرنسا في 23 يونيو عام 1940 يعني بقيت بريطانيا وحيدة تقاوم في معركة بريطانيا استمر القتال بين كل من إيطاليا وألمانيا وبريطانيا في شمال أفريقيا واليونان في البلغان في أكتوبر عام 1940 المرحلة الرابعة من مراحل الحرب العالمية الثانية أنه في أبريل عام 1941 غزت ألمانيا هنغاريا بلغاريا يوغسلافيا في 22 يونيو عام 1940 وصلت قوات دخلت روسيا ألمانيا وصلت قوات المحور إلى لينجراد القوغاز احتلت أمريكا أيسلندا وغيرلاند قوات المحور دخلت إلى لينجراد معركة مشهورة هذه يعني حولها لنا الشاعر علي محمود طه إلى تاريخ شعري ما جرى في ستالي لينجراد لما قال طلعوا جبابرة عليك وثار ووقفت أنت وروحك الجبار عصفوا ببابك فاستبيح فلم يكن إلا جهنم هاجها الإعصار حرب إذا ذكرت وقائع يومها شاب الحديد لهولها والنار يتصارعون بأذرع مخضوبة والسقف فوق رؤوسهم ينهاه وقسى عليك المرجفون وحدثوا إن ليس تمضي ليلة ونهار أطبقتي كالنسر المحلق ما لهم منه ولا من مخلبيه فرار وتفرستك قلوبهم فترنح رعبا وأنت الخمر والخمار ما أجمل الشعر لما يحولون لنا الشعراء التاريق إلى شعر مثل ما فعل عبد العزيز المقالح في حصار السبعين يوم في قصيرة الفارس المنتظر المرحلة الخامسة من مراحل الحرب العالمية الثانية أنه اليابان بدأت بحملة توسعية اتجهت جنوبا دخلت بورما فيتنام أندنوسيا والفلبين هذا جعل أمريكا تقوم بنقل أسطولها من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي قد يجي لك سؤال علل أو فسر كما قلت يعني أنه ما بيخرج الإجابة من إطار الفقرة التاريخية اللي درستها أنت هذا مثلا الفقرة بالذات مثلا قالت علل أو فسر نجل أمريكا أسطولها من الأطلسي إلى الهادي بنقوله لأن اليابان بدأت الحرب وقامت بحملة وسعية اتجهت جنوبا دخلت بورما وفيتنان وأندونوسيا والفلبين يعني اتسمت بعد ذلك العلاقات بالتوتر بين الجانبين في 7 ديسمبر عام 1941 قامت اليابان بتمثيد هجوم جوي على القاعدة يعني قاعدة هي حربية تمام في ميناء بيرل هاربر واقع في جزيرة هاواي بهذا الكلام تحولت الحرب اللي كانت منحصرة في أوروبا والشرق الأقصى إلى حرب عالمية شاملة طيب بيقول لك سؤال كيف تحولت الحرب إلى حرب عالمية شاملة كانت محصورة فقط في أوروبا والشرق الأقصى بنقول لما قامت اليابان بهجوم جوي على القاعدة الأمريكية في ميناء بيرل هاربر الواقع في جزيرة هاواي تحولت الحرب إلى حرب كونية شاملة المرخلة السادسة من مراحل الحرب العالمية العالمية الثانية هددت الغواصات الألمانية ملاحة الحلفاء قاموا بهجوم بعد ذلك في جبهات عديدة انتصروا في بعضها طبعا التاريخ هو يعني سلسلة أحداث مرتبطة ببعضها البعض هذه المرحلة الغواصات الألمانية تجرنا إلى سؤال أمريكا في الحرب العالمية الأولى دخلت متأخرة في أبريل عام 1946 لماذا دخلت أمريكا الحرب بسبب تأثر التجارة الأمريكية بحرب الغواصات الألمانية المرحلة السابعة من مراحل الحرب العالمية الثانية على جبهة أفريقيا حقق الحلفاء انتصار كبير جدا على قوات المحور في موقع العالمين عام 1942 شوف بدأ سير الأحداث والمعارك يعني ينقلب كانت الكفة في بداية الحرب في صالح دول المحور الآن تحولت يعني نزلت قوات أمريكا في الجزائر انتهى القتال بانتصار قوات الحلفاء اللي قاموا بغزو جزيرة سيقليا في جنوب إيطاليا استسلمت إيطاليا في سبتمبر عام 1942 لكنهم واجهوا يعني مقاومة ألمانية عنيفة في إيطاليا نشبت بعد ذلك ببطو حرب العصابات نحن اليوم نسمع بحرب العصابات شوف دايما النازية الألمانية الفاشية الإيطالية النازية الألمانية ارتبطت باسم من باسم هتلر والفاشية الإيطالية ارتبطت باسم موسوليني وكما قلت في البداية الحديث عرفنا النازية الألمانية والفاشية الإيطالية عبارة قلنا عن أنظمة ديكتاتورية تحمل أفكار قومية متطرفة على فكرة مش شرط يعني يجي لك التعريف اللي واضح كما هو مكتوب في الكتاب مثلا عرف النغضة الأوروبية عرف اليقضة العربية عرف الحرب العالمية الثانية لا يعني وهو التعريف أصلا التعريف ما تملكه من معلومات تمام يعتبر تعريف مباشرة بيقول لك مثلا انتصار روسيا في لننجراد عام 1943 قامت بهجوم مضاد لطرد الألمان وصلت قواتها إلى بولندا وهنغاريا عام 1944 طردت قوات المحور من البلغان انتهت بذلك معركة الأطلسي بطرد غواصات الألمان تحررت فرنسا المرحلة التاسعة أواخر عام 1944 كذلك بلزيكا من الألمان يعني قامت قوات الحلفاء بعملية انزال ضخمة في النورماندي في غرب وجنوب فرنسا وبعدها اتجه القتال إلى هولندا وقلب ألمانيا اللي أبيدت مراكزها الصناعية والعسكرية سلمت ألمانيا بدون شروط في سبعة مايو عام 1945 يعني تجرعت ألمانيا علقم الهزيمة مرتين في الحرب العالمية الأولى وفي الحرب العالمية الثانية 9 أغسطس عام 1945 طبعا قامت أمريكا بمعارك قبلها في بحر المرجان في المحيط الهادي وانتصرت في بعضها وبعد سير هذه المعارك كلها في 9 أغسطس عام 1945 من أجل إجبار اليابان على التسليم ألقت قنبلة ذرية على نجازاكي في 9 أغسطس وقبلها في 6 أغسطس على هيروشيما يعني الاتحار السوفيتي بعد ذلك السوفيتي بعد إعلان الحرب غزت قوات منشوريا أعلنت اليابان بعد ذلك التسليم والتوقيع ووقعت على شروط التسليم في سبتمبر عام 1945 وانتهت بذلك أحداث الحرب العالمية الثانية أنا قلت أنه بدأت الحرب في سبتمبر وانتهت في سبتمبر طيب بيقول لك عرف هيروشيما عرف نجازاكي وبتقول له بتقول له مناطق في اليابان أطلقت عليها أمريكا القنابل الذرية من أجل إجبارها على التسليم يعني ما تملكم من معلومة يعتبر تعريف مثلاً في الثورة اليمنية قال لك عرف جبال ردفان الجبال اللي اندلعت منها شرارة ثورة 14 أكتوبر عام 1963 طيب عرف حصار السبعين عندها تفقرة تاريخية بتقول ممكن الحصار اللي فرضته فلولة الرجعية من أجل إعادة عجلة التاريخ للورا والقضاء على النظام الجمهوري وطبعاً هذا الكلام كان في ديسمبر 67 إلى فبراير عام 1968 قبل أن نتكلم عن نتائج الحرب العالمية الثانية نذكركم أبناء الطلبة بنات الطالبات أعزائي المشاهدين بأنه بإمكانكم طرح أسئلتكم واستفساراتكم عبر الواتساب على الرقم الموجود بأسفل الشاشة الحرب العالمية الثانية كانت لها نتائج مهمة في مجالات مختلفة من أهم هذه النتائج أولاً النتائج السياسية نرجع لمرجوعنا الأول نقول لابد أن نفند أن نبين فيما تكمن النتائج السياسية النتائج السياسية أولاً هزيمة دول المحور انهيار النظام الفاشي في إيطاليا والنازي في ألمانيا والعودة إلى النظام الديموقراطي البرلماني فيهما أيضاً انجسام العالم إلى معسكرين رئيسيين معسكر شيوعي بجيادة الاتحاد السوفيتي ومعسكر رأسماني بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية كذلك بروز حركة التحرر الوطني في دول العالم الثالث التي طمحت إلى الحرية والاستقلال وقد استقل عدد كبير من دوله ومن ضمنها معظم الدول العربية والإسلامية عموماً وأصبحت تؤلف أكثرية في الأمم المتحدة أيضاً إنشاء هيئة الأمم المتحدة عام 1945 والمؤسسات الاقتصادية الثقافية الصحية والدولية التابعة للأمم المتحدة طبعاً هذه الهيئات، هذه الهيئة، هيئة الأمم المتحدة نجحت في معالجة بعض المشكلات في الدول العربية في الاقتصاد، في الاجتماع، في الثقافة لكن في زوانب أخرى فشلت بسبب سيطرة الدول الكبرى عليها ولا سيما أمريكا وبالتالي قصرت وتمنعت في القيام بواجباتها في حل المشكلات الدولية وخاصةً القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الأم للأمة العربية والإسلامية اللي هي القضية الفلسطينية أيضاً النتائج الاقتصادية والاجتماعية طبعاً الاقتصاد يمثل عصب الحياة والسياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة طبعاً أي دولة استعمارية تقوم باحتلال دولة وشعب يعني ليست مخرم صبابابو ولكن لأسباب اقتصادية بحتة فمن النتائج الاقتصادية والاجتماعية أن الحرب العالمية الثانية من الناحية الاجتماعية أدت إلى مقتل حوالي أربعين مليون بين مدني وعسكري تخيل هذا الرقم المهول يذهب ضحايا لحرب تدمير مدن بكاملها وتشريد ملايين من البشر أكبر كارثة أصابت البشرية لم تتورع فيها الدول هي إسقاط أمريكا القنابلة الذرية على هيروشيما ونجازاكي خاتمة لهذه الحرب في أغسطس عام 1945 اللي راح بحيتها عشرات الآلاف من الأطفال الشيوخ ومشوهي الحرب اللي يعدون بالملايين وما زالوا يعانون من هذه المشكلة طبعا الحرب العالمية الثانية أدت إلى خراب الزراعة التجارة حدوث العوز والجوع في مختلف بلدان العالم اللي دارت فيها الحرب المجاعة وصلت قلنا الدول اللي ما اشتركت فيها اكتوت بنارها وصلت عندنا المجاعة إلى حضرموت ولكن يعني أظهرت في حضرموت الجانب المشرق أدت هذه المجاعة إلى تمتين وتوثيق النسيج الاجتماعي لمحافظة حضرموت وتكاتف وتعاضد ووحدة لم يشهد لها التاريخ المثال في ذلك الوقت يعني حدث أيضا فترة من الشك في القيمة الأخلاقية في الغرب يعني برزت من النواحي الفكرية فلسفات واتجاهات عديدة لأنه طبعا انت تابعت الآن سير أحداث الحرب العالمية الثانية وكأنه الإنسانية في هذه الحرب أعطوا لها إجازة فين الإنسانية لما قتل أربعين مليون لما دمرت مدن لما ألقت جناب الذرية أو ذرية عفوا لأنه الإنسانية سمي الإنسان إنسان لأنه يعنس بغيره وغيره يعنس به يعني تتحقق الإنسانية لما نألف ونألف الجائع يجد عندنا رغيف المحزون يجد عندنا سلوان الضعيف يجد عندنا نصر يعني نحن عندما نعطي نعطي لأنفسنا قبل أن نعطي الآخرين يعني نهب لأنفسنا الإنسانية لأنه الإنسانية سلوك تصرفات أخلاق الحيوانات تولد حيوانات لكن البشر محتاجين لأخلاق علشان يكونوا بشر يعني الواحد لما يراجع مؤشر بشريته هل أبواك يعني تستحق أنت الإبن اللي يستحق عناء الإنجاب أو أهل أنت الأب اللي يعني الإبن يقول لك يا أبي تستحق هذا الكلمة تمام هل الزوج يستحق أن يكون يعني صديقاً وحبيباً لزوجته؟ الجار يجد فيك عون يجد فيك سند هذه هي الإنسانية فلابد أن نراجع إنسانيتنا أيضاً شهد العالم في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية واندحار دول المحور أحداث هامة تمثلت في انتشار الأفكار الماركسية مثلاً انتشرت في جنوب اليمن في الوطن العربي في السودان في مصر في عدد من الدول العربية أيضاً بروز حركات التحرر الوطني ضد الاستعمار في آسيا وأفريقيا عموماً والوطن العربي خصوصاً يعني حصلت العديد من البلدان على الاستقلال نتيجة للكفاح الطويل المرير أيضاً شهد العالم سقوط عدد من النظام السياسية المستبدة التي كانت تفرض السيطرة والسلطان على شعوبها وتحرمها من ممارسة حقوقها السياسية والاجتماعية قامت على أنقاض عدد من الأنظمة الوطنية والديمقراطية وكانت هناك تطلعات إلى المستقبل وبالفعل باشرت العمل على الارتقاء بأوطانها وبتوطيد الحكم الديمقراطي لكن بعد ذلك تكشفت الأمور وظهرت زيف هذه الدعاوي وتحولت بعض الحكومات الوطنية إلى حكومات ديكتاتورية ومن وجهة نظري تحول الوطني إلى ديكتاتوري الخلل في الممارسة الديمقراطية لأنه أنت تعرف أن الديمقراطية هي عبارة عن كلمة يونانية تعني حكم الشعب نفسه بنفسه عن طريق ممثله في البرلمان لكن الجوهر الحقيقي للديمقراطية التداول السلمي للسلطة يعني عندنا للأسف الشديد وعلشان كده التحول الوطني إلى ديكتاتوري يعني ما فيش فعل ديمقراطي حقيقي لأنه كما قلنا تداول سلمي للسلطة تمام تأخذ لك أربع سنوات تأخذ لك ثمان سنوات بس خلاص بعدها تقول السلام عليكم بعطي الفرصة للآخرين نحن هذا ما يحدث وبالتالي تحولت الأنظمة الوطنية إلى أنظمة ديكتاتورية لأن المسألة وما فيها تداول سلمي للسلطة هذا جانجاكروسو اللي أول من بشر بالديمقراطية في كتابه العقد الاجتماعي دعاء إلى مجتمع أكثر حرية ومساوى وبالتالي هذه القيم في ظل الدكتاتورية تلاشت تمام وطبعا هو جانجاكروسو يعني الفلسفة حقه هذا حق الديمقراطية جابها أصلا من خطبة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قال إني وليت عليكم ولست بخيركم إن أحسنت فأعينوني وأن سأت فقوموني طبعا هذا من باب تواضع الصحابة الرضوان الله عليهم ربهم النبي عليه الصلاة والسلام تمام يعني نظرية الحكم مثلا في الديمقراطية أن الحكم عبارة عن اتفاق بين الحاكم والمحكوم ومتاء ما أسأ هذا الحاكم بنود الاتفاق من حق الشعب عزله لأنهم قالهم سيدنا أبو بكر إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني شوف كيف ففشلت الديمقراطية عندنا للأسف الشديد لهذه الجوانب تمام طبعا يعني للأسف الشديد إن نحن الديمقراطية وما عملنا بها الشورى الشورى هذا قرآننا تمام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالرغم من أنه نبيه ورسوله وما ينطقوا عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ومع ذلك يستشير وشاورهم في الأمر وعمرهم شورى بينهم يعني عملية اتخاذ القرارات في ضوء آراء الحكمة والمختصين في أي شاء من الشؤون العامة تمام ولكن للأسف الشديد كما قلنا يعني نحن لم نلتزم بالفعل الديمقراطي يعني كلنا شعارات الفعل الديمقراطي لم ننفده فعلا يعني واجع ملموس أبدا أصبحنا نتغنى فقط بالديمقراطية مثل ما نتغنى بأمجادنا ما صنعنا شي جديد ثوب جديد يعني نحن ورثنا من الاستعمار ثوب مرقع تمام استمرينا في الترقيع هذا الثوب لماذا لم نصنع ثوب جديد يتواقب مع مبتضيات العصر والتطور المستمر تمام أعزائي المشاهدين أعزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات لا أريد طبعا أن أطيل عليكم في الأخير نقول لكم طرحوا أسئلتكم وأستفساراتكم عبر الواتساب على الرقم الموجود أسفل الشاشة وفي الأخير نقول لكم شكرا على حسن المتابعة ونتمنى إن شاء الله أن نكون قد وفقنا في إيصال المعلومة لكم ونكون خفاف إن شاء الله عليكم من نكون ثقال ولا أقول وداع وإنما أقول إلى اللقاء في دروس قادمة إن شاء الله وطبعا كلنا نحن وأنتم هدفنا الوحيد هو الفائدة العلمية وكان معكم مدرس المادة عبدالقادر بن عبدالله مبارك التريمي مدرس مادة التاريخ في ثانوية المؤرخ والأديب سعيد عوضبا وزير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة